باكستان في الكورة بعد ما كنا تعديلنا تعادل محبط شوية قدام الدومينيكان شفت ازاي الفوز؟ طبيعي طبيعي اه طبعا طبيعي ان تكسب اوز باكستان وطبيعي ان انت كنت تكسب الموتش اللي فات اه وهنا انا بتكلم بشكلها بخبرك المتخبالهم بفيه لعيبة كويسة وفي لعيبة جامدة جدا زي بريم عادل زي محمود صبر زي محمد شحاتة لهم حسام عبد المجيد كمان من اللعيبة اللي كويسة جدا من ضمن الناس اللي مظلومة مظلوم عبد المجيد مظلوم اه طبعا ولا الناس مستنية منه اكتر بكتير فلسه ما نداش خلينا كن متفقين اه الناس معظم الناس بتتفرج على الكورة ما لعبتش كورة تمام بتتفرج على الكورة ما لعبتش كورة اه وركز في النقطة دي تمام اللي لعب كورة عارف ان مستوى اللعيبة لما بتيجي تطلع في سنة صغيرة اه في مصر بزي بتاخد وقت لان اصلا هم مش متعلمين اساسيات الكورة تمام وعايزان اتكلم ضمن الحلقة على قطاعات الناشئين اصلا ومدربنا في قطاعات الناشئين اه فحسام عبد الجيد ده هو لاعب محتاج يتطور اه مصبوط محدش طوره اصلا تمام يعني هو جاي اه كلاعيب كورة راح نادي الزمالك ما احترامل نادي الزمالك في قطاعات الناشئين هل حد طوره هل حد ان هو اشتغل معاه برايفت على نقطة ضعف عنده مفيش اذا هو لاعب بيتطور من خلال المطشط الكتير اللي بيلعب اوقات بيبقى كويس اه واوقات ميبقاش كويس طيب اللاعب اللي في حالة حسام عبد المجيد بالظروف اللي انت بتقولها دي يعني ننتظر منه التطور لانه خامة طبعا تستحق ان احنا نستنى منه بالضبط اخد بالك مين اللي يولام في عدم تطوره يولام طبعا النادي اه النادي نفسه انت النهاردة انت عندك امكانيات كويسة نفس الكلام برضو على محمود الشنوه الحارس اللي موجود في الزمالك ده برضو الناس بتتحكم عليه بسرعة اه ادي خانة حلوة يبقى اكيد محتاجة تتطور اه بالظبط احنا بقى عندنا مشكلة كبيرة جدا اصلا في قطاعات الناشئين في المدربين اه فانا شاف اللي بيعملهم منتخب الهم ده دنيتك قطاع الناشئين اصلا متبهدل اه انت عندك المدربين انا ااسف انا ااسف ان انا بقولي الكلام ده عندك معظم المدربين معظمهم ممكن تمانين في المية بيتعاملوا مع الولاب بعربجة خد بالك من النقطة دي خد بالك من النقطة دي عنيف عنيف لا مش عنيف النهاردة لو جيت روحت اخطاعات الناشئين هتلاقي مدرب انا بقول تمانين في المية فيه عشرين في المية كويسين محترمين ومؤدبين ويتعاملوا مع الولاد بانسانية ويتعاملوا بتربية كويسة خد يالة خد يالة تعالة انا عارف انا بقولك ايه اتدركت اني فيه فيديو لو انا وررته لك فيديو اتبعتلي على الموبايل ممكن يقصر مصر كلها هيحصل مشكلة للناس اللي فيه انا مش عايز اعطي عايش حد يا لكن انا بقولي الكلام ده من خلالك بحيس اني الناس تاخد بالها بيحصل ايه في الفيديو بيحصل تلاقي المدرب مثلا ما اخترش ولاد من الاختبارات انتوا ايه اللي علمكوا الكورة انتوا وتلاقي شتايمه ايه اللي يتقادى في فيديو كله شتايم للأولاد بتكسر بخاطر ولد طفل جاي ان يبسوا حلمه فاصلا الثقافة عند المدربين عند معظمهم مش موجودة انت مش مدرب انت مربي للولد انت مرافع عليه ده كارثة ده مربي للولد انت مفروض انت قدوة للولد انت مفروض ان انت حتى لو الولد انت مخطوش في الاختبارات يتعامل معك انسانية اه مظبوط لا ده مفيش الكلام ده انت بتتعامل بمنتهى العنجهية بمنتهى اللي تزوء لوليه الامر ده الاختبارات فيه مصايب كتير جدا هو ده اللي موصل المنتخب الالومبي للشكل ده الشكل ده شفتوا ازاي النهاردة شكل المنتخب قدامه ازباكستان هل لو هنعمل مقارنة بين ماتش دومينيكان والنهاردة هنلاقي تحسن هل المنتخب لعب موطشات كافية ان هو يحضر للبطولة اكيد لا هل هو قبل البطولة هل في مشاكل قبلتهم كتير جدا زي إبراهيم عادل زي الموطشات حتى اختياراتهم للعيبة النادر الاهلي كان لازم يخش حد من النادر الاهلي من العيبة النادر الاهلي معاهم زي عبد المنعيم زي إمام عشور كان يفرق بشكل كبير جدا برضه فبالتالي المنتخب ككل انا شايف انه هو بيش حسن من كده يعني انت بتتعادل مع موطش تكسب موطش لكده انجاز اللي احنا فيه ده كمان هتصن اه والله حجم من المشاكل جبت جول واحد في الماتشين ده انجاز انا بالنسبالي انت اكسبت معك 4 نقط ودي حاجة حلوة لكن انجاز الناس هتمستنيه اكتر شوية اكتر من ايه انا النار ده اطلب من هاني حاجات كويسة قوي وانت ما عملتلوش حاجة اه مفهوم هل جودة المنتخب ده كلاعبين يطلع منها اكتر من كده اه طبعا اه طبعا بس انت وفر له المناخ الكويس خب بالك احنا عندنا مدربين كويسة محتاجة تتطور عندنا حكام كويسين محتاجة تتطور عندنا لعيبة كويسة جدا وعندنا مواهب في مصر محتاجة تتطور لكن للأسف ما عندناش ادارات في مصر مابيش ادارات في مصر تقدر ان هي انا بكلم في الكورة تمام تدير المنظومة بحكمة وبوعي وبعدل ويبقى فيه اهتمام من كل الجوانب سواء قطاعات ناشئين او فريق اول في كل الاندي فهي المشكلة في الادارات انت ازاي توفر المناخ ده للمدربين او للحكام او للعيبة لشيء خاطر تطلع جودة كويسة طبعا على ذكر الادارات لكن كادارة فنية شفت ازاي تعامل ميكالي مع ماتش النهاردة انا شايف لا انا شايف ان هو طبعا خبالك برضو من ضمن الحاجات اللي اتكلم فيها ان انت ببقيتش تتكلم فني تتكلم في احداث صح ودي مصيبة سودة برضو من ضمن الحاجات اه والله انت بتنسى نحية الفنية اه مصبو وتتكلم تقول زيزو طلع في ديئة سبعين او واحد وسبعين فطلع زعلان وبيشوح للمدرب فابتدت ان جمهور النادي الاهلي او بعض من الجمهور بعض من الجمهور مش كل جمهور الاهلي عنده سلبيات هنا في الزمالك فيه سلبيات وفي الاهلي فيه سلبيات لكن بنقول ان بعض من الجمهور او معظمه مسكين زيزو انت ما عملتش حاجة انت في المنتخب انت لعب محلي انت مش لعب دولي فبالتالي احنا